رئيس الكهنة كان بمثل الشعب لكن بالنسبة للمسيح رئيس الكهنة إيش دوره في هذا الموضوع؟ واحدة من وظائف الرئيس الكهنة في العهد القديم كان يدخل أمام الله ويلبس ثياب البهاء وعلى هذا الثياب كان يوجد صدرة اسمها صدرة القضاء والصدرة لا تنزع من على الثياب أبدا وعلى هذه الصدرة كانت توضع أصباط إسرائيل الاثنى عشر عبارة عن اتناشر حجر على صدره واثناشر حجر على كاتفه وعندما يدخل بهذه الصدرة كان ضوء نور حضرة الله يلمع على هذه الحجارة فهناك يفعل شيئا جميلا قال عنه في خروج اتناشر تمانية وعشرين وخروج آسف خروج تمانية وعشرين اتناشر وثمانية وعشرين عدد تلاتين قال يحمل أسماء بن إسرائيل على صدره ويحمل قضاءهم على قلبه يحمل أسماءهم على صدره على كتفه ويحمل قضاءهم على قلبه إيه المعنى دوت في العهد الجديد؟ الرب يسوع المسيح الآن رئيس الكهنة يظهر أمام الله لأجلنا ولا يحمل أسماء عائلتنا ولا يحمل أسماء أسرنا لكن يحمل كل مؤمن على قلبه وعلى كتفه حب أو التعبير عبرانين تسعة أربعة وعشرين يظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا فأنا موجود قدام الله يا أخي نظار وحضرتك أربعة وعشرين ساعة العمر كله أمام الله لأن المسيح يحملني على قلبه وعلى كتفه والشيء العجيب اللي بيعزيني ويعز أحباء المشاهدين اللي شيل الفلك اللي شيل الفلك شيلدي أنا كمان حامل كل الأشياء بكلمة قدراته اللي حامل كل الفلك شيلني أنا كمان عجبني أول مرنم قديم قال وحملني سيدي أنت تحمل الفلك واتي بي منقذي لحماك أنا لك أنا محمول أنا مرفوع عشان كده أقدر أغني مع بولس وأقول من سيفصلنا عن محبة المسيح أشد أنضيق إلى آخره لأن رئيس الكهنة يحملني على قلبه ويحملني على كتفه حتى الله قال أنا حملتكم في أشياء 46 فده يعني شيء عظيم جدا نكون محمولين نعم يعني امتياز رائع يعني بيعطي مواصفات لإلهنا غير الآلهة الأخرى الإله البعيد القاسي الظالم العنيف القاتل إلى آخره لكن بيتكلم عن فكرة الحمل والعناية والاهتمام بالمؤمنين أيضا اسمح لأقول عفوا أخ نزار هذا الحمل والعناية والرعاية مؤسسة على الكفارة طبعا لماذا يحملني لأنه كفر عن خطيتي وعن أثامي ترجمة نانسي قنقر